لكن هروح لهذا الهاتف أيضا من شينج يانج دكتور جاد راعد خبير الشؤون الصيني برحب بك دكتور معنا في برنامج هذا الصباح بداية بعد التحية يمكننا كنا نتحدث عن هذه الجائحة التي يعاني منها العالم لكن الصين يعني استطاعت وادرت في هذا الوقت أن هي تحاول تستعيد بشكل كبير لانطلق هذه الدورة غدا إن شاء الله استعداد الصين حضرتك شايفها زي استطاع الدورة الأولمبية بعد الساعات من الآن هي من أكبر الأحداث العالمية التي ستشهدها بعد كورونا ولكن حجم الحدي بخصوص الألعاب الأولمبية لا يزال صغيرا إذا ما قررناه بحجم التحدي مقننة بفترة رأس السنة الصينية لأن حجم الناس الذين يغيرون أماكنهم وينتقلون من مكان إلى آخر واحتفالات رأس السنة الصينية عدد الأشخاص أو عدد البشر الذين يشارفون بتلك الاحتفالات أكبر بكثير من الأشخاص الذين سيكونوا معنيين بالألعاب الأولمبية وبالتالي من الناحية الأفتيقانية والتنظمية والتنظمية أفتيق مئة بالمئة أنه لا يوجد أي احتمال خطر أو أي احتمالات قدوس أمر سلبي الشقة الأكبر في هذا الموضوع هو ما يتعلق بالألعاب الأولمبية بحد ذات حدث أو عرص رياضي ولكن نحن نعرف ونتذكر منذ سنة أو أكثر من سنة أيضا هناك معسكر دول غربية تهجموا على الصين في هذا المجال هم وضعوا الكثير من الأكاديب بخصوص كورونا هم وضعوا موضوع الألعاب الأولمبية والمشاركة بها نعم كنا لسا نتحدث دكتور جاد إذا سمحت لي كنا لسا نتحدث في المدخلة قبل هذه المدخلة مباشرة عن هذه النقطة وأن الرياضة لازم دايما تكون بتجمع مش بتفرق وقد إن هي بتكون يعني الهدف منها في الأساس هو الرياضة والتقارب بين أشعوب المختلفة خلينا نعرف من حضرتك بردو ونحن نتكلم على الميداليات الأولمبية في هذه البطولة من المفترض أن هي بتكون بتعبر عن علم الفلك الصيني ياريت حضرتك تشرح لنا شوية مدى ارتباط هذه الميداليات بعلم الفلك بالنسبة للتقويم القمر الصيني التقليدي يعني نحن نعرف أن الأبراج في كل العالم هي 12 برج ترتبط بـ 12 شهر ولكن في الصين هناك 12 حيوان يرتبطون بـ 12 سنة وبالتالي الأبراج مرتبطة بالسنة ومن ذلك كل مواليد هذا العام سيكونون من مواليد النمر يعني من الأول من فبراير بدأت السنة السنية الجديدة بحسب التقويم القمري سنة النمر وبالتالي لنأخذ هذه سنة النمر كل مواليد عام 86 هم أيضا مواليد النمر وبالتالي يعتقد بحسب الديانات القديمة قبل البطولة الديانة الماوية تقول أن هذه السنة كونها سنة النمر وبالتالي كل أصحاب هذا البرج سيكونون من أصحاب الحظ السعيد مثلا سنة 86 ويضط إليها 12 أو ينطف منها 12 ومن ناحية أخرى النمر من حيث يرمز النمر أولا بحسب التقويم التقليدية الصينية النمر مجنح وبالتالي هو عنده قصة أكثر من النمر العادي أو أكثر من كونها حيوان مختلف كونه مجنح ومن ناحية أخرى هو مثال للمسابرة وهذا يعني معنى المسابرة في الديانة الماوية يتلاقى كثيرا مع المعاني المقترضة في الألعاب الرياضية نعم يعني 12 شكل في الميداليات تعبر عن 12 شهر في السنة الصينية شكرا جزيلا لحضرتك دكتور جاد رعد خبير أشقون الصينية كنت معنا مباشرة من شين يانج شكرا جزيلا لحضرتك دكتور جواهي